بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لما بدأنا في المحاضرة الماضية نستكمل الحديث عن أنواع الأعمال التجارية وما زلنا بصدد الحديث عن الأعمال التجارية الأصلية أو بطبيعتها وتحدثنا في المحاضرة الماضية عن الأعمال التجارية المنفردة ونتحدث الآن عن النوع الثاني من أنواع الأعمال التجارية بطبيعتها وهي الأعمال التجارية على سبيل المقاولة وإذا أردنا أن نعرف الأعمال التجارية على وجه المقاولة نجد أن المنظم السعودي أو غيره من المنظمين في سائر الدول الأخرى لم يعرفوا المقاولة وإنما الذي حاول وضع تعريف لها هو الفقه فيمكن تعريف المقاولة بأنها كل تنظيم يكون غرضه أن يزود الإنتاج أو التبادل أو التداول بالسلع والخدمات بناء على ذلك فإن المقصود بالمقاولة هي تلك المشروعات التي تتطلب قدرا من التنظيم لمباشرة مختلف الأنشطة الاقتصادية من صناعة وطيجارة وزراعة وخدمات وعددت المدة 2 من نظام المحكمة التجارية لأعمال التجارية على سبيل المقاولة بـ 1 مقاولة المحلات والمكاتب التجارية 2 مقاولة البيع والمزاد العلني 3 مقاولة الصناعة 4 مقاولة التوريد 5 مقاولة الوكالة بالعمولة 6 مقاولة إنشاء المباني 7 مقاولة النقل وسوف نبدأ بالحديث بالتفصيل على كل نوع من أنواع الأعمال التجارية على سبيل المقاولة فنبدأ بالحديث عن مقاولة المحلات والمكاتب التجارية في الحقيقة نص نظام المحكمة التجارية في مدته الثانية على تجارية مقاولة المحلات والمكاتب التجارية ويقصد بهذه المحلات والمكاتب التجارية تلك التي تحترف تقديم مختلف الخدمات للجمهور لقاء أجر معين أو مقابل نسبة معينة من قيمة الصفقة التي تتولى القيام بها ومن أمثلة هذه المكاتب تلك التي تتولى إدارة أملاك الغير أو استخراج الرخص أو التخليص الجمرغي أو تحصيل الديون أو شركات السياحة وقالات الأنباء إلى غير ذلك ولا يستسنى من ذلك إلا أصحاب المهن الحرة كالطبيب والمحامي والمهندس إلى غير ذلك كذلك النوع الثاني من أنواع الأعمال التجارية على سبيل المقاولة وهي مقاولة البيع بالمزاد العلني البيع بالمزاد العلني وهو ما يسمى في المملكة العربية السعودية بالدلالة فيقصد بالبيع بالمزاد العلني هو كل بيع يستطيع أي شخص حضوره ولو اقتصر المزاد على فئة معينة من الأشخاص كفئة المحامين أو الأطباء أو أعضاء أي التدريس ويتم البيع لمن يقدم أعلى سمن فقد جعل المنظم السعودي مثل هذا البيع من قبيل العمليات التجارية على سبيل المقاولة طبعا العمل بالمزاد العلني ليس واضح هنا في المملكة العربية السعودية حيث أن البيع بالمزاد العلني في الدول الأوروبية مثل فرنسا مثلا يكون له أماكن متخصصة في القيام به فمثلا هناك أماكن للبيع بالمزاد العلني لتجارة الموبيلية والأساس القديم وهناك أماكن لبيع بالمزاد العلني للمجوهرات والتحف والأشياء السمينة هناك أماكن لبيع بالمزاد العلني لبيع السيارات حينما تريد أحد الجهات الحكومية وغير الحكومية بيع الأسطول السيارات الموجودة عندها وشراء سيارات جديدة فهناك أماكن للبيع بالمزاد العلني مثل هذه السيارة إلى غير ذلك من الأنواع النوع الثالث من أنواع العمليات التجارية على سبيل المقاولة هي مقاولة الصناعة فما المقصود بالصناعة؟ الصناعة هي تحويل المواد الأولية أو المواد الخام إلى مدى نصف مصنعة أو مدى تمت الصنع مثل تحويل القطن إلى خيوط أو تحويل الخيوط إلى قماش أو تحويل القماش إلى أسواب فمثل هذه العمليات التحويلية تعتبر عمليات تجارية على سبيل المقاولة كذلك من الأعمال التجارية على سبيل المقاولة ما يسمى بمقاولة التوريد فما المقصود بالتوريد؟ التوريد هو التعهد بتوريد سلعة أو خدمة معينة في أوقات دورية معينة كان يتعهد أحد المطاعم بتوريد أغزية لمستشفى من المستشفيات أو لشركة من الشركات أو لمدرسة من المدارس أو لكلية من الكليات في أوقات دورية معينة يتفق عليها بشكل دوري فمثل هذا العمل يعتبر من قبيل العمال التجارية على سبيل المقاولة هذا هو التعهد بتوريد سلعة ويمكن أن يكون التعهد بتوريد خدمة كتعهد شركة حراسة أو شركة أمن بتوريد أفراد أمن يقوموا بحراسة محل تجاري أو بحراسة مول أو بحراسة الجامعة فمثل هذا تعهد بتوريد خدمة أو تعهد شركة خدمات بتوريد عمال صيانة أو عمال نظافة لتنظيف أحد المستشفيات أو لتنظيف الجامعة فهذا يعتبر عقد توريد أو من قبيل أعمال التوريد ويعتبر من الأعمال التجارية على سبيل المقاولة أيضا من الأعمال التجارية على سبيل المقاولة ما يسمى بمقاولة الوكالة بالعمولة مقاولة الوكالة بالعمولة فما المقصود بعقد الوكالة بالعمولة؟ عقد الوكالة بالعمولة هو العقد الذي يتعهد فيه شخص بأن يقوم بتصرف قانوني باسمه الشخصي لمصلحة شخص آخر ولتوضيح فكرة هذا العقد نعطي بمثال بسيط يقرب إلى السامع فهم فكرة الوكالة بالعمولة لو أن أحد التجار هنا في المملكة العربية السعودية يريد أن يشتري صفقة أجهزة الإلكترونية من الصين وهو ليس لديه الوقت ولا يتحدث اللغة الصينية للذهاب إلى شراء هذه الأجهزة لكن هناك مكاتب وكالة بالعمولة تقوم بشراء هذه بعقد هذه الصفقات لمصلحة من يريد مقابل عمولة تقاضها فيمكن لهذا الشخص التاجر في المملكة العربية السعودية أن يقوم بتوكيل أحد هذه المكاتب بأن يشتري الصفقة وحينما تتعاقد هذه المكاتب على الصفقة فإنها تتعاقد عليها بإسمها هي لكن في الحقيقة لمصلحة شخص آخر والتاجر الموجود في السعودية مقابل عمولة يحصل عليها متى يستحق الوكيل بالعمولة أجره؟ في الحقيقة يستحق الوكيل بالعمولة أجره بمجرد إبرام العقب هذا بحسب الأصل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك فيمكن الاتفاق على أن يتأخر استحقاق الوكيل بالعمولة أجره لحين تنفيذ الالتزامات ووصول البضاعة فمثل هذا العمل يعتبر عملا تجاريا على سبيل المقاولة أيضا من الأعمال التجارية على سبيل المقاولة التي عددتها المادة اثنين من نظام المحكمة التجارية إنشاء المباني بالرغم من أن إنشاء المباني هو من قبيل العمليات المدنية إلا أن احتراف مقاولة إنشاء المباني يعتبر من قبيل العملات التجارية إذا كانت المضاربة هنا ليست على مجهود الشخص وحده وإنما على مجهود العمال والعمال الذين يعملون معه في مكتبه فيشترط لاعتبار إنشاء المباني مقاولة إنشاء المباني من قبيل العمال التجارية على سبيل المقاولة أن يضارب الشخص على مجهوده الشخصي ومجهود العمال الذين يعملون معه في نفس مكتبه واختلف فقهاء القانون التجاري هل يشترط أن يضارب الشخص على مجهود العمال الذين يعملون معه أم أنه يجب عليه أن يقدم كذلك العدد والآلات والمهمات التي يعملون بها مثل الشاحنات واللوادر والسيارات والأدوات التي يشتغلون بها في الحقيقة ذهب فريق إلى أنه يكفي أن يقدم العمال فقط وفريق آخر وهذا الرأي هو الراجح والذي نميل إليه إلى أن مقاول إنشاء المباني يجب أن يقدم العمال إلى جانب الآلات والمهمات التي يعملون بها أخيرا من الأعمال التجارية على سبيل المقاولة هي مقاولة النقل فمقاولة النقل بأنواع السلاسة سواء كان نقل بري أو نقل بحري أو نقل جوي وسواء كان نقل أشخاص أو نقل بضائع يعتبر من قبيل الأعمال التجارية على سبيل المقاولة ترجمة نانسي قنقر